موسيقى ماريام تيفي ونتعرف على قصة نجاحها منشوفها البرومو سوا ومنتابعها مرحبا معكم سوهان سوهز ديشيز وصفة اليوم طريقة تحضير موسيقى وهيك الفول الاخضر المقلة بزيت صار جاهز للتقديم بتمنى تجربو هالوصفة وان شاء الله تعجبكم بس وقت بتجربوها بالبيت رح تحبوها اكتر من كنافة المحلات جربوا وصفتين كنت تعجبكن اكتر موسيقى موسيقى أهلا وسهلا فيكي مادام سوهة حراني على هاللقاء الحلو اليوم اللي ناطرينه من زمان متواصل معك عادة لأميركا لحتى تزاودينها بكل الوصفات اللي منعرضها يوميا على ماريام تيفي يعني حاضرتك فرد من هالعايلة أهلا وسهلا فيكي ببيتي بونجور موسيقى جورج وبونجور لكل اللي عم بيتفرجوا علينا ولكل الناس اللي عم بيتابعوه قناة سوهز ديشيز على يوتيوب أنا كتير سعيدة اليوم أن يكون معك ببرنامجك الحلو اللي أنا من أميركا كمان بتابعوه خلينا ياكي وبطلب كمان من كل اللي عم بيشوفونا يتابعو برنامجك لأنه كتير نستفيد منه من ريح أعصابنا شوي منهرب من هالأجواء السلبية اللي منشوفها بهالأيام على التلفزيونات للأسف وعلى كل حال نحنا محافظين على التفاؤل وعلى الإيجابية أمين وما بدنا أي سلبية تسيطر على حياتنا رغم كل الظروف اللي عم نعيشها اليوم بلبنان أمين كيف صيفيتك بلبنان طمينة اشتقتي لأميركا والله صيفية كتير حلوة بلبنان خصوصا لأنك أول شي بوطنك وتاني شي بين أهلك وأخوتك وأصحابك وأولاد بلدك أنا صار لي تقريباً 28 سنة بأميركا مغتفين ومنجي من وقت للتاني بس مؤخراً صرت عبزيد مجيتي أكتر صار عندي بيت بدرميماس وصرت مرسي وصرت عبطول فترة وجودي بدرميماس أكتر لحتى إشبع من أهلي ومن أخوتي ومن كل الناس اللي بحبهم صيفيتنا كتير حلوة لأن طاقصنا كتير حلو درميماس بتحيطها أشجار الزيتون من كل الجهات ودايماً نسمة الهوى الحلوي ما بتنقطع عنا ما منشوب ما منحتاج إير كونديشن ولا مروحة مبسوطة كتير وإن شاء الله كل سنة بيجي وبشوف كل الناس اللي بحبهم بألف خير تجي على وطنك وبلدك وأهلك وبيتك يعني قدين إحنا محظوظين مادام سوها أنه اليوم تقصدينا من درميماس عندك ساعتين ساعتين ونص يعني مسيرة سيارة مشكورة جداً عم تخصينا بها المقابلة اليوم هيك حابين نعرف معك قصة نجاح إذا بدك ساكساس ستوري مع سيدة لبنانية بأمريكا ما حب تمرق وقتها بس كست بيت تعتني بعيلتها وتحضر لهم أكلاتهم لقيت حالك موهوبة وعندك نفس طيب على الأكل جربت تفيدي فيه غيرك بلشت الفكرة على السوشال ميديا كيف معك؟ أنا بالبداية كان عندي مطعم أنا وزوجي نشتغل بمطعم مع بعض يعني عن خبرة عم تعطي هالنصايا بعدين فتحت مطعم تاني أنا اشتغلت فيه وحدة وزوجي بقي بالفرع الأول نعم وبعد مرور تقريبا ست سبع سنين بعت المحل وحسيت أني تعبت يعني كان فترة 23 سنة متواصلة شغل في المطاعم فعلا أنه شغل المطاعم منه سهل شغل متعب ومتواصل مع العيلي والولاد وكل مسؤوليات الحياة اليومية فقلت بدي ارتاح شي سنة وبعد السنة بلش بشي تاني هلأ الشي التاني اللي بدي بلشه لازم يكون بمجال الأكل لأنه أنا بحب أطبوك هاي دي خبرتيك بحب أعمل حلويات فكنا مرة هيكي عم نتعشق أنا وصديقات قالوا لي بتنزلي هالشي على الفيسبوك يعني كتير مناظر حلو هالأكل لازم تعملي شي يا سوها تستفيدي من خبرتيك تستفيدي من هالموهب اللي عنديك شو رأيك تعملي كيترينج للأكل اللبناني ونحن منساعدك منعملك دعاية ومنساعدك بأنه الناس تتعرف عليك فقلت لهن والله يعني شغلي متع بهيدي قال طيب أنا بقترح عليكي كمان يوتيوب تشانل ما كان بفترتها أنا كتير بعدني عندي معرفة باليوتيوب وكننا نتفرج بس ما عندي معرفة أنه أنا يكون عندي يوتيوب تشانل فدرست الموضوع بمساعدة بنتي فتحت أكاونت وبلشت خطيت لأول فيديو أول فيديو كان طريقة تحضير نمور الجوز الهند اتمرنت علي كتير وقد ما أنا بحبها قلت الأكل اللي بحبها أكتر شي بدي أعمله أول فيديو وهيدا اللي صار صورت أول فيديو بلشت تخبر كل الأصحاب والأصدقاء اللي بعرفون وشجعوني كتير واستمرت وكل يوم عم بكسب أكتر معرفي باليوتيوب وكل فيديو بعمله بشوفه أجمل من اللي قبل يعني الخبرة مهمة كتير زائد الموهبة هلا هيك بلشت بكتير من هالسيمبليسيتي صح وما كنتي عبت فكري بأرباح السوشيال ميديا مش عارفي إذا في أرباح أو مش عارفي إنه إذا إجا كتير نسبة مشاهدة علي صحيح انت بتصير تربحي مصاري هيدا بزنس بالنهاية عرف كيف انتبهت لها الشغلة مين لفت لك نظرك أولاديك بركي هني قالولي إنه هيدا بزنس بصير يجيكي مصاري منه بس بنتي عملت سيرش وشافت إنه بديك توصلي لعدد محدد من السبسكرايبرز وبدي يصير عندك عدد محدد من المشاهدات نعم ساعات محددة ساعتها بتقدري تحطي آدز على الفيديوهات والآدز من اليوتيوب تحصلي على مدخول وبلشنا شوي وشوي بيجي مدخول أكيد لقاء الأتعاب اللي أنا عم بعمله نخرز يعني إنه المدخول بيطلع وبينزد إيه فيك تعتبرها مهنة أكيد نعم بس بدك تواصل بدك تواضي وتتابع عندك هيك الجرأة إنه تفتح قلبك تحكي بصراحة قديش ممكن واحد يطلع من هيك شغلة حسب عدد اللي بيتفرجوا نعم كل ما بيكون العدد مرتفع كل ما بتعمل مصاري أكتر لأنه بيصير فيه مشاهدي للدعايات أكتر ممكن إنت إذا عندك مليون مشترك غير ما يكون عندك مئة ألف مشترك نعم فيه مرات بيكون عندك كتير مشتركين بس أنت عندك مشاهدات قليلة على الفيديو نعم فإذا ما بتعمل مصاري كتير نعم ممكن عندك اشتراك قليل وفيه مشاهدات على فيديوهات توصل للملايين ساعة الفيديو هيدا تحديدا لي بيوصل على الملايين من المشاهدات بيعمل مصاري أكتر يعني ممكن أقله يطلع الواحد شيء ألفين دولار بالشهر مثلا معدل فينا نقول معدل بينزل وبيطلع بينزل وبيطلع فيه ناس عبيعملوا فوق العشر تلاف وفوق العشرين ألف واو حسب المشاهدات اللي بيحصلوا عليها طيب حلو شغل مهم طيب أول مرة طيب أول مرة طيب تشتري طبعا لعندي كتير أسئلة بها الموضوع لأنه فيه أشخاص من بيتهم بيحبوا يعملوا شيء ما عندهم شغل برا ما فيه فرص عمل بس بيحبوا يكتشفوا كيف ما بيعرفوا ما عندهم حدا يساعدهم بدهم الناس تساعدهم انت ابنتك يمكن حمد الله لحظك بخلو بتحلو بتعرف بهيدي الأمور وساعدتك تير شاطر على الكمبيوتر عشان هيك تقدر تساعدني بأي موضوع فيه شغلتان تحب هوني استوضحهم يعني أفهمهم مني للستات اللي عم بيتفرجوا علينا يستفيدوا أول شغلة كيف أول مرة حققت نسبة مشاهدة علي من وراء شو من وراء فيديو شو في فيديو ثاني شغلة مثلا كيف بتمنجي ما هيدا شي بده منتاج أنا ما بعمل منتاج إيه إنه جيلي وجيلك ما بيعمل منتاج الشباب الصغار بيعرفوا عندهم أبليكيشن بيفوتوا علي بيعمل منتاج خبرني شو بتعمل أنا بفترة ما صار اللاكداون وقت الكوفيد ناينتين ناين إجا زوجي من الشغل وبنتي بنفس النهار بعتتلي ميسيج قالتلي كتير في عنديك كومنتس من الناس اليوم ومبارح لما قريتيهم ومريدي عليهم هيدا بعد أداء بعد كم مقصد؟ هيدا كان صار لي تقريبا 8 شهر مبلشة من بعد 8 شهر ايه تقريبا كان صار لي 8 شهر مبلشة قلت له هلأ إجا كتير إنه شو فيه ليش بلشت إقرأ وبلشت أتفرج شو كان الفوست الزكري؟ هنا الكعكب ينسون الكعكب سمسون بوقتها تفرجوا الناس عليه وصاروا يعملوا شير كتير وصاروا يجربوا يعني بس شافوا الفيديو حبوا يجربوا وانت وقت بتجرب فيديو بتلاقي الوصفة ناجحة بتعملوا شير وبتخبر كل عائلتك وأصحابك واللي بتعرفون كمان هني بتصير مثل كرة التلج القصة تقلب فبخلال أسبوع أسبوعين يعني طارت المشاهدات عهيدا الفيديو وبلشوا الناس يتفرجوا كمان عفيديوهات سابقة لأن حبوا هيدا الفيديو صاروا يتفرجوا عكل الفيديوهات السابقة هون كنت بعدك فيسبوك ولا أنا قلت عملت شانل يوتيوب لا كنت يوتيوب أنا بلشت يوتيوب إي بلشت يوتيوب فهيدا كانت متل ما تقول الشعلي الأولى الكعكب يانسون الكعكب يانسون اللي هو مغطى بسمسم وفعلا هلأ عليه صار فوق المليون ونص مشاهدات يمكن واو متل النجوم الغناء بيجيبوا مليون ونص وبعدين عملنا الفطاير بسبانيخ هلأ قريبا بتصير مليونين ما بقي حدا مجربة وكتير رعجيب لازم المعمول هو اللي يحقق أكبر المعمول حقق الكعكب حليب اللي هو الكعكب التقليدي القروة كمان والله هيدا كنت بدي دوقوا من إيديك الزلابية كمان حققت كتير في العوامات اللي أنت جربتها جربتها من عندك هيدا كانت شعلة التعارف عليك صح صح يعني في هالأكل التقليدي القديم اللبناني هيدا كل اللبنانيين بحبوا يجربوه لأنه ربيوا عليه تب بتحس إنه عندك مشاهدة من عرب أو أجانب؟ أنا لا ما عندي مشاهدة من الناس اللي ما بيفهموا عربة نعم بس ببداية السنة بلشت اكتب الطريقة بالإنجليزة بسندوق الوصف بالدسكريبشن باكس في محل ما بنكتب المكونات بالعربي والمكونات بالإنجليزة كتبت طريقة بالإنجليزة بس هاي بتجذب قولك ولا النظرة الأولى عليك يعني إذا فتحوا الفيديو عم تحكي عربي يمكن بينقلوا ما بعضوية هلأ في كتير من المغتربين هني وولادهن بيفهموا عربي كتير منيح صحيح بس ما بيحكوا عربي صحيح ايه فعب يفهموا شو عندك بالبرازيل تسعة مليين عندك باستراليا ست سبعة مليين من كل العالم اللبنانيين والعرب عب يتفرجون نحنا بره أكتر من لبنان أضعاف أضعاف أكيد أكيد واللي ببلاد الاغتراب كتير بيفرحوا بس يشوفوا وصفاتنا التقليدية القديمة اللي هني خلقوا وربيوا علي وأهليهم وجيل جديد بحب يتعلمها طار بيقولولي ستة كانت تعملنا كذا أمي كانت الله يرحمها تعملنا كذا بس نحنا ما تعلمنا منها اليوم شفنا وصفتيك وتعلمناها وتذكرنا أمنا ورسطنا اللي توفوا نعم فهيدا الشي كتير بيفرحني الكلام شو حلو المونتاج خبريني المونتاج ممكن أنا أصور فيديوهات كذا فيديو وبلزقهم ببعضهم المهم التليفون اللي أنا عم بصدعته لأن أنت كل لقطة كل مشهد بتصوريه بتوقفي ترجع بتحضري حالك للمشهد التاني أنا بعمل باز كمان التليفون اللي عنده هالميزة مش كل التليفونات عنده هاي الميزة إنت عالتليفون بتصوري باع ما جبتي كاميرا أنا عالتليفون ومش داوي بالوقت القصير جيب كاميرا لأنه بهمني شغل يكون سهل بتحطي إضاءة عوجي ايه عندي إضاءة عادية ما فيه يعني شي بروفاشنال كتير والتليفون عب بيقوم بالمهمة من دون الكاميرات بتركزيه بتسبتيه على شي عندي ايه عندي ستاند وبحط العلو اللي بديه وابقل لك كل فيديو بصوره بتعلم أكتر من الفيديو اللي قبل وبشوفه أنه طلع ناجح أكتر من اللي قبل بالأول كان يصور لك جاوزك بعض كان يساعدني دايما بهالموضوع بعدين اشترى لي تليفون حديث بساعدني كتير التليفون فيه شي بيشبه الريموت كونترول بقدر أنا أنا بعيد بتقدر تحكم فيه سهل يا حيدة سهل علي كتير صر تعلم حالي أنا كل يوم كيف لازم استغني عن حدا يصورني لأن مش سهل تربط حدا فيك بفيديو مرات شغله خمس ست ساعات يكون والله هل قدي بياخد معي شغل؟ إذا بدك تعمل راس الكبي مثلا آه إيه بده وقت إذا بدك تعمل إشيه بده تختمر وبعدين نحبزها المعمول مثلا يعني كله بده وقت نعم بتشوفوا أنتو الفيديو بعشر دقايق بس فيه مرات ست سبع ساعات أنا بكون بياخد معي توقيت أخد معي للتصوير عادة عن البراكتس اللي بيعملوا قبل يعني الوصفي لا تعجبني إلي لأعرف عياراتها سجل معلوماتها كلها لحتى صور الفيديو إذا الوصفي ما بتعجبني إلي ما حدا بيشوفها لازم تعجبني بالأول وأنا حبها حتى الناس تحبها وحضرتك بتجمع المشاهد اللي صورتيا ولا كان حدا يجمع لك لأ أنا بالتليفون كمان عندي هيدا الميزة مزلتي أبليكيشن بتعمل أديتينج ولا هو بيعمل في عندي أنا بالكاميرا نعم حلو ما عزتي أن تحط ديكور وراكي أنت زبطت المرضى الآن حطيت صورتين على الحيط لدير ميماس صورة لدير مرمامة مع الزيتون اللي بحيطه وصورة تانية كمان لتلة عليها بيوت بدير ميماس وهيكا بحب إنه خلفية تكون نعم ووقت اللي بتعملي أديتينج ما بتحطي خلفية ورا صوتك موسيقى نعمة لا أبدا ولا شي صوتي ومرات متور البراد يمكن تسمعوه مرات الجيران يكونوا طالعين أما نازلين لا بس الفيديويات اللي زودتينا فيهم لمريم تجيه كانوا نضاف كتير بقدر المستطاع بجري مرات بشيل الفيش من الفريزر ومن البراد مية عمي البراد مية عمي البراد عشان الأصوات بقدر المستطاع بس أنا ست بيت مثل كل الستان بس قبل ما نتعاون معك أنا كنت تابعيك وشوف طبعا خبرتك إنه أنا عملت العويمات من وراكي يعني شفت الوصفة ونجحت كتير فهون تصلت فيك وحكيتي بس أنت كنت شوف أول شي إنه أنت حدا بريزونتاب يعني بتوقفي قدام الموبايل الكاميرا الموبايل حاسبي حالك موزيعة مش ستبات شكليك وطيابيك مش مش تياب ستبات إنه مستلش أه أو لأ عارفي حالك عم تحترمي الجمهور اللي رح يشوفي صحيح خبريني هيك كيف إجيتك الفكرة أنه تقدمي كأنك بريزنة درست الموضوع إنه كيف بدي الفيديوهات تكون بقيت يعني خمس ستة شهر اتمرعن وكيف لازم بلش وكيف لازم اختم حسيت إنه كأن برنامج على التلفزيون كيف بدنا نبلش وكيف الوسط وكيف النهاية فبلشت فكر وأعمل براكتس على الموضوع وقلت إنه الناس لازم يشوفوني بمظهر محترم وبعدين يشوفوا الأكل مش التصوير كله يكون علي مش أنا مركز الاهتمام الطبخ هو مركز الاهتمام فإذاً بيشوفوني بالمقدمة يتعرفوا علي بعدين بيصير الشغل والتركيز كله على الأكل والنهاية مرات أنا بظهر فيها ومرات بس بصور الأكل كيف طلعت بالآخر وبختم بتمنى تجربوا هالوصفة وإن شاء الله تعجبكم هاي دي الجملة صارت لألك يعني صح تراند بتمنى بتمنى تجربوا هالوصفة وإن شاء الله تعجبكم تنهي دايما كل الفيديو هيك دايما ما بقول إنه جربوها نعم ولازم تعجبكم وهالقصص بتمنى تعجبكم خلينا شوف هيك تحضرنا بركي زاملتنا تمارة البرومو التاني بنشوفه سوا بهالوقت بكون عم بسألك التليفزيون يعني لما شفت حالك عالتليفزيون مش على السوشيل ميديا لقايت فرق بالرضا بالساديسفكيشن ولا ما كتير هيك أثر فيك أكتر من السوشيل ميديا لا أنا إذا بشوف حالي بمبسط بالشغل اللي عم بعمله لأنه أنا عارفي مني بروفاشنال مني دارسي بالجامعة لأخراج ولأنتاج هاللا أصحابي بيسألوني مين بصور كيف تعملي المونتاج مثل ما أنت سألتني بقال لون أنا المخرج أنا المونتج أنا مدير المسرح وكل شي أنا بعمله مؤخرا صرت لوحدة لأنه لازم اعتمد على نفسي ومعهدا وكله بعدني كمان بحتاج في مشاهد يكون زوجي بالبيت فيساعدني عليها في مشاهد صعبة بحاجة لحدا يكون معي بس بالقليلة مش كل الفيديو بحتاج أنه يعني وقف حدا معي كل هالساعات الطويلة مش سهل حدا ينربط معي وهو كمان عنده شغله يعني بيشتغل عشر ساعات تقريبا كل يوم من الصعب أنه يستمر يجي على البيت كل الليل كمان يصور معي كمان توقفي على عصب أجري يصور بك يعني منوجه له ألف تحية منوجه تحية لأبو داني ومنقل له اشتقني لك معي جماعيك؟ لا ما الشغل المطاعم مش سهلة منشوف البرومو سوا مرحبا معكم سوهان سوهلتشن وصفة اليوم طريقة تحضير طبخة تراثية تقليدية قديمة بأمثيل حقتين بصل قطعتهم تلات حصوص توم مفهومين وضلعين من الكرابس وخطوة الأولى اللي رح احكي عنها تحضير السمك والتتبيلة السمك شفتوا معي طريقة تحضير الصيادية بكل التفاصيل والأسرار تتمنى تجربوا هالوصفة وإن شاء الله تعجب ممكن تدوبوا حليب البودرة بكمية من المي وهاك ليالي لبنان صارت جاهزة عندي للتقديم شفتوا معي طريقة تحضير الصيادية سوهلتشن لقال الله يدينها تطلع على السوشيل ميديا وعلى شاشة مريام تيفيو نحن ناطرينك بس ترجع ترجع تزاودينا بالوصفات الجديدة كلمة أخيرة شفت حبها كتوجهي لمشاهديني أنا بحب أول شي أشكرك وأشكر هالمحطة الروحانية اللي كلنا بحاجة لإلها وبحاجة نتفرج على برامجها بهالأيام الله يدينها بهالأيام اللي منسميها أيام حزينة شوي أيام ظلمة أنا بسميها بالنسبة للظروف الاجتماعية والاقتصادية اللي عم نعيشها بلبنان بس دايماً من نظلنا متفقلين دايماً بدنا نبقى إيجابيين بشكرك بشكر هالمحطة بشكر كل اللي عم بيتابعونا وبتمنى إنهم يشتركوا بقناة سوهز ديشز على يوتيوب ويتابعوني على فيسبوك وأنا بقول تانكيو لألك ولكل المشاهدين أهلا وسهلا فيك واتبعوها كمان على مريام تيفي ما تنسوا يومياً صباحاً فيكم تاخدوا وصفة من إيدين وفكر مدام سوهة حوراني أهلا وسهلا فيك بلبنان وترجعي على أمريكا بالسلامة ونحنا متل ما قلتلك ناطريني تزاودينا بالواصفات الجديدة شكراً كتير بريك ومنرجع من واصل